أنا عايز أرجع على أستاذ علاء شلبي رئيسا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وإنتوا واحدة من أكتر المنظمات اللي لم تكن أكتر على إطلاق عملا كنتوا في الدخل الفلسطيني وليكم علاقات وطيضة بيئة المجتمع الحقوقي والمجتمع الفلسطيني بشكل أكثر عمومي إلى أي مدى مش هقول بقى تصبح الحياة مستحيلة في القطاع ولكن إلى أي مدى من الممكن أن يستعيد القطاع الحياة لو افترضنا أن احنا وقفنا ضرب النهاردة والله احنا أمام تحدي كبير جدا خليني أبدأ مع حضرتك بفكرة أن هذا المؤتمر كان مهم جدا من أجل رد الأمور إلى أصلها لأنه في الحقيقة احنا بنشوف من وقت لآخر محاولات تشجية المسئولية الاحتلال تقع لمسئولية الأساسية من خلال الاستمرار هذا الاحتلال طويل الأمد اللي هو في تفسير القانون الدولي والأمم المتحدة هو في حد ذات تجربة عدوان ده رقم واحد رقم اتنين الاحتلال هو الذي يقوم بهذه العدوان السافر بشكل مقصود ومخطط الاحتلال هو الذي يمارس طائفة من الجرائم الوسع حرق جرائم الإنسانية غريمة إبادة جماعية وأصبح النهاردة متهم أمم محكمة العادة الدولية بهذه الجريمة وفي قضية منظورة أمم محكمة في الوقت الحالي الاحتلال أيضا هو الذي يقوم بتعاني شيء جدا في منع الضبط المساعدات باعتبرها جزء من عملية الإبادة الجماعية جزء من جرائم الحرب وده في الحقيقة كان واضح جدا في كلام السيد الرئيس في خطاب النهاردة لما قال ان هذا مصنم ضد الناس في القطاع فده كان عمر مهم الأمر الآخر انه في الحقيقة خلاص الفترة الأخيرة دي لقينا محاولات زائل فشل بتالإدارة أمريكية في رضع ناثنياهو وحكومة اليمين المتطرف الموجودة عن أشياء كتير جدا تحقق مصالح سياسية مفترض للولايات المتحدة والغرب لقيناهم بيحاول يشترون مصرية في تجاهات أخرى معبرد وحيد مع القطاع في خمس معابر أخرى تبقى للقانون الدولي تبقى لأحكام قانون الدولي الإنساني كفئة جينيب الرابعة الاحتلال ملزم بشكل كامل مش بس بفاتح المعابر لا بتوفير وتدبير والإنفاط على السكان المدنيين تحت الاحتلال هو اللي علي أن يدبر لهم احتياجاتهم معيشية بشكل كامل طالما يستمر الاحتلال الاحتلال مش عايز يتحمل ينسحب الاحتلال كويس الاحتلال طبع قام موجود وقائما هو الذي يتحمل وده كخمس معابر أخرى مع القطاع مش بس معبر رفع فالضغط كان موجود في اتجاه فكرة أن مصر لا بتحش المعبر بالتالي ده ممكن يحدد تطفق المساعدات ده كان معناه أن مصر لو وفت رأسك كلام معناها بتدي شرعية لاحتلال معبر رفع شرعية لاحتلال الجنب الفلسطيني شرعية لاحتلال المحور صلاح الدين ومصر لا تتورد في ذلك عشان كده مصر عندما خدت خطوة لأمام كانت بتسلم الأمم المتحدة لمساعدات تتوجه عبر قرم أبو سالم اللي هو مشترك بين الحدود المصرية والإسرائيلية مع قطاع غز فهذا في الحقيقة كان فمهم جدا أنه كان هذا المؤتمر يتعاقد اليوم عشان مسألة محاولة تشديد النظر على المسؤوليات تبقى موجودة بشكل حقيقي صحيح أن مركزين عن جزء الإنسان المساعدات الإنسانية لكنها لاجب أن تمتسل لجانب القنون لأن المتحدة فشدت في أن تدفع إسرائيل امتسال أو هي نفسها تمتسل هي نفسها اللي بتقود أحكام العدل الدولية هي نفسها اللي بتهاجم من أحكام الجانبية الدولية هي نفسها اللي بترضع مجلس الإنسان مع اتخاذ قرارات هي نفسها اللي مبارح مشروع قرارها تم إقراره في مجلس الإنسان لكنها هي نفسها اللي قالت في القرار الأخير 1828 أنه والله ده قرار فصل سادس لا يمتسل له وده مخلفة صريحة جدا للمادة 25 مستقبلة المتحدة اللي بتقول كل قرارات مجلس الملزمة إنما فكرة الإجراءات القصرية لفصل سابع الإجراءات العادية أو الدعوة العادية هذا القرار ملزم بالفصل السادس ملزم ويجب أعماله فإذن هذه الأمور يجب أن تؤخذ في الاعتبار النهار ده احنا نتكلم على أنه 80% من البنية التحتها في القطاع رحت فأصبح النهار ده من مستحيل على الناس الحية يعني تخيلنا زي ما حتك قلت توقف القتال النهاردة توقف العدوان النهاردة تب بكرة فين المساكن حتى معاودة النازحين مش موجود تبقى محتاج تاخد إجراءات طريقة وعاجلة وما إلى ذلك وده عبء ضخم جدا وهائل وكبير احنا عندنا النهار ده 82-83 ألف جريح على الأقل في عشر تلات منهم محتاجين رعاية طبية خاصة لا تتوفر في القطاع اللي تم تقويت كل البنية التحتية الصحية فيه وكل المنظومة الصحية وكان منع الأدوية والإمدادات الطبية شيء أساسي جدا في الجريمة اللي ترتكها بتردد شعب فلسطين ممنهج ممنهج طبعا احنا عملنا منذ فبراير الماضي بعثة مشتركة بالتعاون مع فرعينا في فلسطين مركز الميزان لحولينا جزء من شغلة هذه البعثة هو التوصيق بالمعنى الجنائي للملاحقة الجنائية الدولية والفعل ده مفيد على مستوى المتحدة ولمحكمة الجنائية الدولية وكان مفيد لمقارنين الخاصين واستند عليها لأفريقيا في دعواها أيضا الانتاج المقارنين الخاصين لاستند علينا على شغلنا جزء من موضوع احنا زرنا المركز لوجستي بتاع المساعدات أولا التعنط أشكال التعنط مرعبة انت بتتكلم على منع كل ما يسمى مساعدات موقزة للحياة يعني أنا بيبين لأكسجين ممنوع كويس التلاجات اللي تحفظ الأدوية الخاصة جدا الحارجة جدا انت محتاج تحفظها في تلاجات محددة ممنوع هذه التلاجات عربات الإسعاف اللي ممكن تكون دافع روباية ممنوع هذه الأشياء الخيام اللي ممكن توفر اللي فيها قائمة حدية ممنوعة كويس أي حاجة ملدى للطاقة حتى لو بتولي الطاقة على قد الموبايل بتاعك ممنوعة في حوالي 16 صنف يمنع حوالي يمكن أكتر من 100 نوع من مساعدات لم تكن لتسخل إلى القطاع وكان فيه محجم التعنط في التفتيش اللي هو يروح على معبر رفح ثم يتحرك لندسانة عشان التفتيش هم لازم يخلصوا يبتلوا ساعة 9 الصبح يخلصوا ساعة 4 العصر وبالتالي وفي التفتيش كم ساعة دول يعمل إيه انت جبت له البالات الباكيات محطوطة على قوام خشبية يقول لك لا أعز قوام بلاستيكية تجيب ألوتوني يوم على قوام بلاستيكية يقول لك لا أنا عايزها قوام خشبية ده شيء من تعنط شيء آخر كان مهم جدا بيعملوه أيضا ان يجي يقول لك والله الجزء ده الباكيتة دي العربية مرفوضة العربية كلها ترجع مش الباكيتة وحيدة فإذا كان عمل مصمم ومقصود بيه عملية إفناء الفلسطينيين جزء من العملية لبادة الجامعية الواضحة جدا اللي اتكلمت عنها العدل الدولية وقابلت أنها تنظر هذه التهمة وأصبحت إسرائيل متهمة بهذا الموضوع اشتركوا في القناة